باب الفرص دايماً بيكون محتاج مننا زقة محتاج إن احنا نمد إدينا عشان يتفتح مش نقف كان نتفرج ونستنى لفرصة تجيلنا لحد عندنا وده للأسف بقى كتير من الشباب بيعملوا اليومين دول إنهم بيحطوا إديهم على خدهم ومستنين كده الفرصة تجيلهم لحد عندهم والحقيقة خلال الفترة اللي فاتت بقينا بنشوف طاقة من الإحباط عند كتير من الشباب خاصة اللي بيبدأوا أعمال جديدة أو مشاريع منهم اللي بيأجل لحاجة مختلفة واللي بيستنى كل حاجة تبقى تمام عشان يبدأ واسط بقى كل ده تظهر نظرة تشاؤمية جداً وتلاقي الشاب اللي هيعمل مشروع بيسأل معقول هنجح هل أصلاً هعرف أوصل أكيد في حاجة هتحصل ومشروع هيفشل وكأنه بيحكم على نفسه بالخسارة قبل أصلاً ما يجرب وقبل أصلاً ما يبدأ وهنا الشخص بيفضل بقى ثابت في مكانه في نص الطريق ولا إنه بدأ وعمل مشروع وعافر واجتهد ولا حتى قدر يسيب الفكرة الغيره إنه ينجح بيها ويبتديها ويقعد كده يعمل مليون حاجة لحاجة واحدة بس إنه هو يسعى ويجتهد ويحول تشاؤم ده لعمل جاد خليني كده أقول لكم إن الدراسات اللي اتعملت على عقلنا الباطن أثبتت إنه مش بيضمن آلية المسح لكن بيستخدم آلية تانية وهي آلية الاستبدال يعني عشان نتخلص من فكرة لازم نبدلها بفكرة تانية وعشان نتخلص من نظرة تشاؤمية لازم يحل مكانها العمل واللي اجتهد اسعى واكتهد وإوعى تتوقف خالص عن اللي عمل وعن العلم أبداً مهما كانت الظروف ولكن عشان نقدر بقى نحافظ على المفهوم ده بيظهر لنا معوقات كتير قوي في حياتنا وفي الطريق اللي احنا ماشيين فيه زي الخوف من الفشل وأحياناً كمان اتكسل وأوقات بنفضل الركن الآمن بدل ما ندخل في المخاطر وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا مع دكتور قسامة الفخروني متخصص قدرة الأعمال والعيف كوتش أهلا بك معنا في الاستوديو أهلا وسهلا حياة دكتور النزام أنا ذكرت إنه كتير من الناس بتخاف والخوف ده بيبقى خوف من الفشل خليل أول أن أعرف يعني إيه خوف من الفشل؟ إيه هو الفشل أصلا؟ الفشل مش نتيجة الفشل إن اليوم بتاعك يقلص وما يكونش عملت اللي عليك للهدف اللي أنت عاوز توصله بمعنى أن أنت لازم تعمل عليك للهدف اللي أنت عاوز توصله لو أنت مش بتسعى للنجاح فسق تماماً إن أنت بتسعى للفشل طيب في ناس بتفضل اللي هي تفضل في الكمفرد زون بتاعها في مكان الراحة بتاعها والمكان الآمن من وجهة نظرها هي بتخاف تجرب بتخاف من المخاطر بتخاف بقى من الفشل اللي إحنا عرفناه دلوقتي تنصحهم بيقوا وتقولهم إيه؟ بص خلينا أقولك على حاجة بخصوص الكمفرد زون في دراسة في جامعة يال الأمريكية بتقول يعني لو أنت في الكمفرد زون لوقت كبير يعني مراكز التعلم في عقلك بتقفل أنت خلاص ما بقيتش تستخدمها فبالتالي بتقفل فلازم لازم لازم أن أنت تطلع بره الكمفرد زون ولازم تجرب وتحاول حاجات جديدة عشان لو ما جربتش وتطلع بره الإطار التقليدي اللي أنت ماشي عليه في يومك مش هتوصل لحاجة الحاجة التانية أن أنت لازم تجرب حاجات جديدة عشان توصل للحلم بتاعك طب ليه بنلاقي ناس يا دكتور بتحاول تسعى وبتكتهد وبتعمل عليها وبتبقى عايز توصل لهدف معين مع ذلك ما بتوصل لهوش أنا دايما بشوف الحتة دي أكبر حاجة بتواجه الناس هي حتة التشتت أن الناس بتبقى عارفة أن آه والله أنا عاوز أوصل للهدف بتاعي وعاوز أوصل للحلم بتاعي بس بيبقى فيه تشتت في اليوم بتجنى أفكار كتير جداً بتبقى فيها أحداث كتير جداً فبالتالي الناس بتتشتت وأنا نصيحتي في الحتة دي أن الناس تكتب الأهدف بتاعتها يعني أنا بشوف دايماً مشكلة مع الناس لما بتقولي لحد اكتب أهدافك بيشوف أن لا أنا عارفها مع أن في الحقيقة أن أنت لو مش عارف الأهداف بتاعتك ومش عارف الأهداف بتاعتك ممكن بعد أسبوع تنساها فلازم تبقى stated لازم تبقى معلنة لازم تبقى مكتوبة قدامك عشان تسعى وتوصل لهدف بتاعتك طب أوقات يا دكتور الهدف بيبقى معروف وبنبقى كتبينه أو بنبقى أصلاً عارفينه عايزين نوصله ولكن بتيجي هنا بقى النظرة التشاؤمية أن احنا دايماً بنتوقع الشر دايماً بنتوقع الفشل دايماً بنتوقع أن احنا مش نعرف نوصل للهدف ده ليه أصلاً بتيجي نظرة التشاؤمية؟ ليه النظرة التشاؤمية دي بتوقفنا أصلاً؟ ما احنا مش نعرف أصلاً نتحرك ولا نعمل ولا نطلع لقدام لأنه في حاجة دايماً بتعوك الطريق صحيح فقل لي كده يا دكتور إزاي نشيل النظرة التشاؤمية دي ونبدلها بعمل وبأن احنا نطلع لقدام وأن احنا ما نوقفش دايماً النظرة التشاؤمية بيبقى وراها شوية أسباب من ضمنها الانفايرمنت أو المناخ بتاع الشخص الأشخاص بيبقى أوقات في بيئة سلبية دايماً بيبقوا حبقة على الشخص دايماً بيحاولوا يحبطوا دايماً بيقولولوا كلام سلبي حاجات ناجدف فطبعاً ده بيأثر على الأفكار دي أول حاجة الحاجة التانية أوقات في ناس وهي بتحاول أن هي تسعى وبتوصل للحلم بتاعها ووردي ابتدت المشوار بتاعها بس كانت حتى expectation أو حتى توقعات حالية جداً بمجرد أن هي حولت ومعرفتش فبالتالي بيحصل زي decline بيحصل زي تشاؤم أنا ما أقدرش أنا ما أعرفش طيب عشان نقدر نتغلب على المشكلة ده لازم يبقى الإيكو سيستم أو المناخ الانفايرمنت بتاع الشخص دايماً لازم يبقى healthy لازم يبقى صحي يعني لو أنت في مكان كله طاقة سلبية فسق تماماً أن أنت أفكارك هتروح للطاقة السلبية لو أنت مكان في مكان healthy ومكان صحي وفيه ناس كلها حولك positive كل ده بيخليك أن أنت تفكر بطريقة إيجابية دي حاجة الحاجة التانية لازم وانت داخل حاجة جديدة لازم expectation أو التوقعات بتاعتك تكون معقولة لأن أنت لسه بتجرب فمش طبيعي أن أنا يبقى عندي high expectation أو توقعات عالية فحاجة أنا لسه بابتديها فأنا شايف دول من أهم الحاجات اللي ممكن تساعدنا أن نتغلب على التقاط السلبية طيب خلينا نقول أن في ناس أوقات بيبقى توقعاتها عادية وبتبقى عارفة هي عايزة إيه ولكن برضو بتضيع وقتها ليه في ناس بتضيع وقتها؟ بتضيع وقتها أنها تقعد تفكر كتير في أن هي مش عارفة تاخد الأول خطوة في أن هي بتبقى واقفة مكانها ليه؟ أو إيه أصلاً اللي بيخلي الواحد يضيع وقته؟ ما ياخدش الخطوة الأولانية أنا بشوف في حتة التضيع الوقت دايماً من أكبر المشاكل اللي أنا بشوفها دايماً وبتحصل مع الناس حتة الانتظار بتلاقي ناس كتيرة جداً بتبقى مستنية وهي مش عارفة مستنية إيه وبتضيع عمرها يعني إيه يا دكتر مستنية ومش عارفة يا مستنية إيه؟ يعني هو بيبقى شخص مستني بس هو مش عارف مستنية إيه يعني بمعنى خلينا أديك المثال يعني فيه ناس معينة بتلاقيه هو بيشتغل بس مستني أن حاجة تحصل وهو مستني ومتوقع أن الحاجة دي ممكن تحصل وهي ما فيش حاجة هو بيعملها ممكن تحصل دي حاجة الحاجة التانية أكتر ناس بتواجه مشكلة دي مشكلة الانتظار أو مشكلة تضيع الوقت أكتر ناس هم اللي دايماً عندهم تسويف للمواضيع بمعنى أني لو في حاجة تتعمل لأ بيأجلها بيأجلها بياخد وقت لو خلينا بكرة خلينا بعد مثلا العيد خلينا بعد الأجازة بالظبط ونبتدي نعمل زي ما كنا بالظبط أيام سنوي لما بنيجي مثلا نعمل يبقى ورانا تاسك أو حاجة معينة بنبتدي نعمل كل حاجة إلا الحاجة دي بنبتدي نعمل كل حاجة وبنسوه في الماضيع الشخص اللي ما بيضيعش وقته هو اللي بيبتدي دلوقتي حريك بتقولي دكتر أني حريك مش مع أني احنا ننتظر حاجة ولكن كلنا بنعمل في الآخر لهدف النجاح وأني احنا نبقى أحسن ونحنا نطور من نفسنا فطبيعي أن كل واحد من جواه هو كل واحد لي الكريتيريا بتاعته أو لي الأهداف بتاعته الخاصة ولكن كلنا منتظرين حاجة في الآخر كلنا بنسعى عشان حاجة معينة في الآخر فطبيعي أني احنا كلنا منتظرين صح أو أنا غلط لا لا صح طبعا صح طبعا بس أنا لو جينا أنا باخد لنا أقصده في الموضوع ده أن فيه سيجمت أو شريحة من الناس لما تيجي بتشوف في الوقت التاح ضايع في ايه بتلاقيه هو مستني حاجة هو ما بيعملش حاجة علشانها فبالتالي الموضوع ده بياخد شهور والشهور بتبتدي تاخد سنين فبيبتدي ضيع حاجات على أمل أن فيه حاجة ممكن تحصل حدرك أصدك السعي يعني أن احنا منتمنى حاجة من غير ما نسعى لها اللي هو مثلا أنا عايزة أشتغل موزيعة طيب أنت عملت قش أنت تشتغلني موزيعة اسعي خذي كورسز لو أنت مش درس إعلام صح كده بتدي قدمي بس أنا مش هقعد في مكان يقول أنت عايزة أشتغل موزيعة وأنا أصلا ما دورتش ومنتظرة يعني أنا أكتر حاجة بشوفها أن فيه ناس كتيرا مستنية حاجات هي ما بتعملش الموضوع ده زي ما حضرتك قلت بالضبط موضوع أن أنا عايزة أبقى موزيعة طيب أنت عايزة أبقى موزيعة إيه الإفورت أو الجهد المبزول اللي أنت عملتها عشان تبقي في الحتة دي بتيجي بيبقى فيه كده إيه زي ما بيقوله check reality اللي هو أنا فين من أرض الوقت أنا فين من الموضوع ده فبتلاقي الموضوع لا أنا بضيع وقت أنا عد سنين من عمري وأنا منتظر حاجة أنا أصلا ما بعملهاش فبالتالي الموضوع ده أنا شايفه من وجهة نظر من أكتر الحاجات اللي هي بتضيع وقت طيب عايزين نتكلم يا دكتر مع طلاب السنوية العامة خلاص النتيجة إن شاء الله على الأب وياب يعني النهار ده يا بكري يعني في خلال أيام أو الساعة القليلة دي عايزين نعرف من حضرتك يا دكتر هل السعي مع الطلاب بتوع السنوية العامة بيبقى من أثناء ما هو في السنة الدراسية بتاعته ولا من ساعة الامتحانات ولا ممكن بعد النتيجة يبتدي يسعى ويشوف هو عايز إيه ويبتدي يكتهد يعني تنصح بإيه الناس لأنه الفترة دي بزد من ملغباطين شوية مش عارفين نبتدي من فين أو من إمتى بس أنا عندي إجابة للموضوع ده إن أنا الشخص المفروض في المرحلة دي بزد يسعى من أول يوم زي ما اتفقنا الوقت المناسب هو دلوقتي لو أنت فعلا عاوزت أوصل لحاجة لازم تبتدي من دلوقتي فأنا بشوف إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نقول مثلا إن والله أنا هسعى في بداية الامتحانات أو أنا هلتزم في الامتحانات أنا بشوف الشخص اللي فعلا حابب يوصل لحاجة يبتدي دلوقتي أنا دلوقتي عاوز أوصل لحاجة معينة ويبتدي يأهل نفسه لو أنا ابتدت في الامتحانات فسيق تماما وإنت بتبتدي مذاكرة وإنت بتبتدي داخل على الامتحانات بيحصل معاك شوية دروبس طبما تخلي الدروبس دي أو الحاجات المعوقات أو البرز اللي بتحصل خليها في البداية بحيث أن إنت لما تبقى داخل على الامتحانات تبقى مؤهل للامتحانات والمناخ الدراسة بتاعتك حريب كل حاجة مهمة قوي وهي أنه اللي عايز يبتدي حاجة يبتديها من دلوقتي حالا ما فيش وقت متأخر وما ينفعش نعد نأجل لأن التأجيل هو ده اللي بيأخر الشخص التأجيل هو اللي بيرجعنا الوراء التأجيل هو اللي بيخلينا نبقى ملغباطين ومش عارفين أصلا أهدفنا إيه وبنبتدي بقى إيه نكوم الحاجة يعني بعد ما كاننا مثلا نحادينا نوصل لحاجة واحدة بقيت عشر حاجات ليه لأن أنا عاملها بقول بكرة بعد وبعد وبعد وهكذا طيب إحنا طبيعتنا مختلفة والناس شخصياتها مختلفة وحتى طبيعة عقلنا مختلفة هل إحنا ممكن نصنف كده عقلياتنا أو شخصياتنا دي اللي بتخلينا فيه بني أدمين بيعرفوا يسعوا ويجتهدوا وفيه بني أدمين بيبقوا مستنين كده قاعدين مستنين حاجة تجلهم لحد عندهم أنا بشوف دايما في الموضوع ده إحنا ممكن نصنف العقليات أو الماينسيت بتاعت الناس بعقلية المزارع اللي هي long term وعقلية الصياد اللي هي short term عقلية المزارع هو بيعمل ليه المزارع؟ المزارع بيبتدي بيقدم حاجات بيبتدي يزرع ويحتني بالزرعة وبيقدم حاجات عشان بعد كده يوصل ويجني المحصود بتاعه زي الأشخاص بيزا بتبتدي تطور من نفسها بتبتدي تعدي نفسها بتبتدي تاخد خطوات عشان توصل في يوما ما أو توصل للهدف بتاعه ده عقلية المزارع عقلية الصياد تختلف تماما الصياد قريدي هو عنده experience هو قريدي عنده الخبرة هو طالع عارف عارف راح يصطدقي عشان كده يبقى short term وأنا في وجهة نظري أني بشوف أن عقلية المزارع لازم تبقى قبل عقلية الصياد لازم تعدي نفسك لازم تعمل حاجات وتستنى المردود بتاعها لكن من أكبر أو من الأخطاء الشائعة أني بتلاقي حد هو لسه ما عملش أي حاجة لو لسه ما قدمش أي حاجة وحاوز يبقى صياد الصياد ده بياخد رزق الصياد ده ممكن ما يستطدر بس هو عنده خبرة طالع عارف كويس كري وعارف هامل إيه بالضبط طيب دكتور خلينا نقول أن أوقات أفكارنا وخفنا وقلقنا وتوترنا وحتى أوقات الناس اللي حوالينا بيأثروا علينا في أن نحن نقعد في مكاننا أو يشككونا في نفسنا أو يغيرونا أفكارنا أن نغير الهدف بتاعنا إزاي لما أنا أكون عايزة أوصل لحاجة أو عايزة أعمل حاجة أتحكم في أفكاري أتحكم في مشاعري أتحكم في عقلي وما خليش أي حاجة خارجية تسيطر علي بس خلينا متفقين أن إحنا مش هنقدر يعني لو تجمع الناس كلها مش هنقدر أن إحنا نخلي الناس ما تتكلمش بس إحنا نقدر أن إحنا ما نسمعش تمام؟ خلينا أديك مثال بسبب موضوع التأثير الناس على قرارات حياتنا من فترة جاء لي حد خلص دراسة وماشاء الله متفوق جدا وشاطر وجاء لي والله أنا عاوز أعمل ماستر عاوز أطور من نفسي بس أنا كل أصدقائي وكل الناس بتقولي لأ أنت عشان تعمل ماجستير هو الماجستير على أفا من يشيل فقلت له أوكي على فكرة كلامهم صح بس خلي بالك أنت محتاج تدرس سنتين عشان يدوب تقف كده جنب على أفا من يشيل يعني أنت دلوقتي مش على أفا من يشيل فبالتالي الموضوع ده مهم جدا أن أنت لازم تعرف أن أنت ما تسمعش للناس وتركز في حلمك بعدما فهم وسمع وخد الكلام البوزيتف ده على طول فور راح أقدمها على الماجستير وعرف أن اللي حوالي دول كانوا مجرد أنهم بيعقوه مش عاوزون يكون الأفضل فبالتالي ما تحاولش أن أنت ما تخليش الناس تتكلم ناس كده كده تتكلم بس أنت حاول أن أنت ما تسمعش للناس ونسبة الناس بقى الناس حوالينا وناس كتيرة حوالينا ناس كتيرة على قد ما فيه ناس عاملة فيها أنها بتحبك على قد يا دكتور ما أكيد فيه ناس ما بتحبكش ومش عايزة لك الخير ومش عايزة لك النجاح وأوقات بيبقوا بيتكلموا معاك على هدف أن هما بيدو لك نصيحة وأن هما بضاهرك ولكن هي بدأت نصيحة مؤذية نصيحة فيها شر ليك نصيحة فيها وقوع عليك أنت إزاي أتحكم في كل ده لأنه إحنا عايشين في وسط الناس ما قدرش يجي أقول لحد ما تتأثرش طبيعي في مرة من المرات أكيد هيتأثر نعمل إيه لأنه فعلا زي أحريك بتقول كلام الناس هيفضل شغال وما فيش حد بيجتمع على حد أكيد يعني دايما الناس هتفضل تتكلم بس نعمل إلى أن هي معادلة صعبة جدا بس أنا بشوف الموضوع ده أن يعني أنت تحاول أن أنت يعني خليني خليني أديلك مثال أحسن لو العقل بتاعنا العقل بتاعنا هو عبارة عن عقل إيجابي وعقل سلبي تمام تعالي نتخيل أن العقل الإيجابي ده مصنع فيه ناس كتير والعقل السلبي فيه مصنع فيه ناس كتير فأنا لو استسلمت للأفكار دي وابتديت أن أنا أقول حاجات سلبية أو أسمع حاجات سلبية وأقول يا ربي هو أنا ما أقدرش هو أنا مش قادر أنا ما أعرفش هو أنا خلاص مش هقدر وكده المصنع بتاع الأفكار السلبية بيبتدي يشتغل هو ده اللي بيأثر عليك فبالتالي القرارات بتاعتك هتبقى سلبية مع أني أنت في نفس الوقت لو ابتديت تسمع للحاجات الإيجابية وبتفكر إيجابي هتلاقي المصنع أو الجزء اللي تفكير الإيجابي بتده يشتغل فبالتالي ده بينعكس على القرارات الإيجابية بتاعتك يعني معنا كلام حركة أن فيه ناس مش هتعرف تطلع لقدام أو تنجح من غير ما تسمع أراء إيجابية من غير ما تلاقي ناس بتحفزها؟ والله هو دلوقتي فيه ناس كتير كده بس أنا بشوف أن ده مصح بمعنى يعني أنا بشوف أن تحفيز الناس أو مساعدة الناس دي حاجة بتشجعك أثناء الطريق ولكن ما بيقفش عليها نجاحك إحنا في دلوقتي في وقت الناس كلها بتبقى مستنيها تشجيع بتبقى مستنيها كلمة حلوة مستنيها كلمة حلوة عشان تبتدي مش عشان تكمل وده من أكبر حاجات اللي أنا بشوفها مشكلة شائعة ما بين الناس أنا يعني خليني برضو أديلك مثال أنا بحب دايما أتكلم بأمثال عشان الكلام بقى واضح لعيب الكرة محدش بيشجعه هو بيتدرب لعيب الكرة الناس بتشجعه لما بيجيب جون بالضبط فوقت التدريب محدش بيشجعك وانت ماشي في رحلة النجاح بتاعتك ما تستناش تشجيع من حد ممكن محدش يشجعك فبالتالي انت تستنى التشجيع لما توصل لحاجة فبالتالي التشجيع مش شرطة أساسي عشان تبتدي الخطوة بتاعتك والقرارات بتاعتك عشان احنا لو فضلنا مستنيين كلمة حلوة من الناس يمكن ما تتقلش فبالتالي نفضل قاعدين كنا زي ما احنا وفي مكاننا ومش نطلع خطوة قدام طيب هل يا دكتور في مواصفات للشخص الناجح أو مواصفات للشخص المجتهد اللي عايز يسعى ويوصل؟ انا عندي حاجة كده بالنسبة لي من اهم الصفات اللي هي الالتزام الالتزام سر النجاح انا بشوف الشخص الملتزم تعالي تفرجي على اي حد ملتزم على اي حد ناجح بتلاقيه دايما ملتزم ملتزم في ايه؟ في موعيده ولا في كلامه ولا في وعوده؟ في القرارات بتاعته ما هو افكاره افكاره احنا خلينا نرجع خطوة ان احنا قراراتنا مبنية على افكارنا فبالتالي انا لما افكار بتاعت تكون سليمة والقرارات بتاعت تكون سليمة بيبقى فيها الالتزام فالنجاح بيبقى محتاج الالتزام لو ما كانش فيه الالتزام هتلاقي بعد فترة معينة او بعد عدة محاولات هتلاقي نفسها خلاص زهقت خلاص انا مش قادر فالالتزام انا بشوفه ده يعني اكبر سر من اسرار النجاح صح تنصح بايه دكتور الناس اللي لسه ما بدأتش ونفسها تبدأ الناس اللي عندها افكار وعندها اهداف ولكن لسه ما اخدتش اول خطوة عشان مثلا هي خايفة او عشان كلام الناس اللي حواليها او عشان هي قاعدة في مكانها في الكمفرد زون ومستنيا ان شاء الله لحد ما الفرصة ما تجريها لحد عندها لان الفرص ما بتجيش لحد الواحد غير لو هو ساعة واكتهد صح تنصح بايه الناس دي انا بشوف اول حاجة اول حاجة واكبر مشكلة وانا كنت واقع فيها مشكلة البرفكشن مشكلة الكمال ان معظم الناس دلوقتي لما بتيجي عاوزة تبتدي حاجة بتدور ازاي ابقى شاطر اوي فيها مش هتبقى رائع من اول مرة ومش هتبقى شاطر من اول مرة انت بتعملها لازم لازم تتقبل ضعف التقييمات او ضعف التقييمات في البداية ده طبيعي فانا شايف ان دي من اهم الحاجات دي حاجة الحاجة التانية انا بحب كده ما اقولها بقولها النفسي اللي هو اجري برباط مفكوك بمعنى ان انت ما تضيعش وقت كتير عشان تقعد تربط الرباط بتاعك لا انت ممكن تجري وفي اثناء الطريق ممكن تربط الرباط بتاعك دي حاجة حاجة التانية انا برضو بشوف ان انت لازم لما بتبتدي حاجة من البداية لازم تتقبل ان انت لسه مبتدئ فيها يعني انا ما ينفعش اكون مثلا شاطر اوي في الدراسة بتاعتي وفي المذاكرة بتاعتي وفي الحاجات دي كلها واجي اجرب اول مرة مثلا اتضرب كورة وابقى متوقع ان انا هبقى شاطر جدا جدا ولازم في البداية اتقبل ضعف الاداء وابقى عارف ان انا لسه محتاج خطوات كتير عشان اوصل وكمل اهم حاجة الالتزام هي الفكرة دكتور ان الحياة ملينا مطبط يعني طبيعي جدا ان احنا في الحياة هنلاقي حاجات تبقى معوقات لنا حاجات هتوقعنا ولكن اهم حاجة الالتزام في ان احنا نبتدي ناخد الفرصة على فكرة دايما بتقال يا دكتور اسعي واكتهدي لان الفرصة مش هتجيلك لحد عندك ما كنتش مؤمنة اوي بالفكرة دي لحد ما ابتديت اطبقها في حياتي هي فعلا الفرصة متجيشت الواحد وقعت كده رجل على رجل ومستني كده لحد ما اصلا شطرة فالناس هتؤمن بي وهتشوفني لا هو الواحد لازم يسعى وياخد خطوات كتيرة ويقع ويقوم ويفشل ويقوم لان في الاخر لكل مجتهد نصيب ولما ربنا يلاقيك بتسعى وبتجتهد وبتعمل اللي عليك في الاخر اكيد ربنا هيديك على قد سعيك ولكن اهم حاجة ان احنا نرتب اهدافنا نرتب افكارنا ونختار اهداف ليق علينا عشان التوقعات الزيادة والاهداف اللي خرجة اصلا عن ارادتنا هي دي اصلا في حد ذاتها هتفشلك لان انت ما ينفعش اكون مثلا ما بعرفش لعب كرة جيقول انا هبقى احسن لعبة كرة في الدنيا وانا اكيد هبقى فشلة لان انا اصلا عمري ما لعبت كرة فعمري ما هيبقى لعبة كرة فضيعة حقيقة اشكرك جدا داكتر لحلقتنا لان الحلقة دي كانت مهمة قوي لكل شخص عنده خطط كتيرة قوي او اهداف كتيرة وخايف يبدأ لان احنا النهاردة قررنا ان احنا نقول لهم ما تخافوش وابتدوا واسعوا وطلاب السنوية العامة اللي ما كانوش عارفين وملغبطين ومستنين النتيجة ما فيش مشكلة طبيعي ان احنا ملغبطين اهم حاجة انك انت تاخد القرار دلوقتي حالا ما تأجلش اي قرار او اي هدف انت عايز تبتدي بشكرة جيدنا داكتر داكتر قسامة الفخراني متخصص قدرة الاعمال ولايف كوتش شكرا استمرارية السعي ما بتضمنش خالص ان انت هتوصل في يوم الايام بس هتضمن لك راحت الضمير وان انت تبقى متطمن ان انت عملت اللي عليك ما تبطلش سعي ابدا مهما حصل اجتهد واتعب عشان توصل لهدفك لان الحياة كده ما بتجيش بالساهل وما فيش حاجة بتجي للواحد بالساهل حتى لو كانت خطواتك بطيئة ما تقولش مش لأ صعبة لأ بطيئة مش مشكلة هتوصل في يوم من الايام المهم ان انت اخدت اول خطوة انت المسؤول عن السعي مش النتيجة خليك عارف ان التشاؤم دا مجرد نظرة كده الناس بتصورها او افكارنا بتصورها عشان تعوقنا كده في الطريق وعشان تخوفنا من القدام ولكن انت اول ما تبتدي وتشتغل بعزيمة كل دا هيروح ومش هيكون قصنا قدام يعنيه غير هدفك اللي انت عايز توصله وحلمك اللي انت نفسك ان شاء الله في من الايام توصله وبكده تكون خاصة حلقاتنا نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في حلقة جديدة من منتصف اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة